بعد ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية عبد المجي تابون يصدر أوامر وتعليمات تندرج ضمن المتابعة والمصادقة على مشاريع قوانين تخص عديد القطاعات حيث أمر رئيس الجمهورية فور استماعه لعرض الوزير الأول حول حصيلة نشاط الحكومة في آخر أسبوعين بتنظيم قطاع الاتصال من خلال سن قانونين منفصلين يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية أما الثاني فيخص السمعي البصري حيث وجب تعريف الصحفي المحترف بدقة في كل التخصصات الإعلامية وكذا المهن الملحقة بالقطاع فتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجددية وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابع أخلاقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة أما عن قطاع الطاقة شدد الرئيس على مراعاة مشروع استغلال الزنك والرصاص ببجاية معايير الجودة في الإنتاج شدد سيد الرئيس على أن يراعي مشروع استغلال الزنك والرصاص بأميزور بجاية معايير الجودة في الإنتاج وفق المعايير البيئية المطلوبة دمج اليد العاملة خلال مراحل استغلال مشروع لامتصاص البطالة بخصوص قطاع الصناعة تم تحيين عرض يتعلق بمختلف المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العرقيل مجموع المشاريع وصل إلى ثمانمائة وأربعين وخمسين من إجمالي تسعمائة وخمسة عشر مشروعا بتسجيل تقدم في خمسة عشر مشروعا إضافيا جديدا ألحى السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في محاربة البطالة من خلال تحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة استغلال أمثل للعقار الصناعي الموجود واسترجاع غير المستغل منه لفائدة المستثمرين الحقيقيين وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقري الصناعي والفلاحي أما ما تعلق بقطاع الموارد المائية والأمن المائي أمر رئيس الجمهورية وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات من أجل إعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك واستهلاك المياه لأغراض تجارية تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة وفي قطاع الصحة أمر رئيس الجمهورية الوزيرة تكفلاً مجاني من قبل الدولة ب373 طفلاً مريضاً بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة عبر 18 ولاية